نضم إلينا مباشرة من بغداد الباحث السياسي دكتور محمد العقالي دكتور محمد أهلا بك شكراً يقبول الدعوة هل تسبعوني أولاً؟ شكراً جزيلاً لك أهلا بك دكتور كيف تقرأ زيارة بلاسخرت اليوم إلى كاركوك؟ تعهدت أن الانتخابات ستكون نازيها ستجرى في موعدها هناك على الجانب الآخر اعتراضات تركومانية عربية على تعيين شخصية كردية هذه الشخصية تهمت بتزوير الانتخابات السابقة في مكتب المفوضية في كاركوك كيف تعلق؟ شكراً جزيلاً أستاذ مانع على هذه السلامة أهتيح لك وإلى جمهور قناتكم الموقرة كاركوك أولاً تعني لدى الأمم المتحدة وباقي الأوساط الدولية ودول الجوار وحتى الكتل السياسية والحكومة العراقية تعني لها الكثير مدينة كاركوك لأنها معقدة من حيث التركيبة السكانية ومعقدة من حيث الحدود الجغرافية ما بين مكونات الشعب العراقي ومعقدة بالمطالبات الأقليمية حيال كاركوك فبالتالي المكونات المتعايشة في كاركوك تضررت كثيراً بعد عام 2003 وكان هناك الاستقطاب والتخندق والتحزب في كاركوك على أوجهي في الكثير من المراحل فبالتالي زيارة بلاسخارت إلى كاركوك تعني أن هذه المدينة هي من ضمن أولويات واهتمامات الأمم المتحدة وتطرقت إلى موضوعان الموضوع الأول هو موضوع الانتخابات المبكرة أو الانتخابات العامة وحتى لا يتكرر سيناريو انتخابات عام 2018 من التزوير من حيث المفوضية ومن حيث المكونات التي زورت ومن حيث المواطنين الذين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات ذهبت باتجاه بعث رسائل أطبئنان إلى المكونات في الشعب العراقي هناك وتقوية قوة الحكومة المحلية والاتحادية في كاركوك بأن الانتخابات القادمة سواء كانت مبكرة أو انتخابات عامة سوف تكون تحت إشراف أممي وسوف تكون هناك يعني وفق التعديل للقانون للانتخابات سوف تضمن حقوق المكونات وتضمن حقوق المشاركة السياسية لذلك من الأولى أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المواطنين طيب دكتور محمد ولكن ما السبب وراء تعيين شخصية جدلية تهمت بتزوير الانتخابات عام 2018 في مفاوضية الانتخابات مع أن الوضع في العراق معقد فيه من المحاصصة شيء الكثير وهذه المحاصصة متجذرة إذا كنا قد استطعنا في العراق فك طلاسم بعض المحاصصة في المكتب الوطني للمفاوضية لكن لا أعتقد هناك جهد وطني قادر على فك طلاسمة المحاصصة في المكاتب للمفاوضية في المحافظات فبالتالي هناك أسماء متهمة بالتزوير هناك أسماء متهمة بالتواطع لحساب مكون معين على حساب مكونات أخرى تغيير النتائج وهناك فساد هذه مشخصة على بعض الأسماء ولكن كأننا الحال يدور في نفس الدائرة لم يخرجوا من هذه الدائرة وبالتالي أخذك إلى موضوع آخر هو في نفس السياق دكتور محمد الحكومة شرعت بإعادة النازحين إغلاق المخيمات إعادة خصوصة إذا ردنا نتحدث عن كاركوك اليوم تقول أنها تريد إعادة النازحين لماذا الآن؟ لماذا لم تغلق هذه المخيمات قبل عام؟ وهناك من يتحدث أن عودة النازحين موضوع مرتبط بربما مكاسب انتخابية مكاسب سياسية ما تعليقك؟ قطعا هو المكسب السياسي والمكسب الانتخابي استغلته الكتل السياسية أبشع استغلال للمكونات السياسية التي لديها طيف واسع من النازحين في المخيمات في انتخابات 2018 واستغل هذا الملف السياسي لصالح كتل سياسية معينة بالضغط على الحكومة بالضغط على كسب مكاسب سياسية بأن هؤلاء يحتاجون إلى اهتمام ورعاية بل ذهبت أبعد من هذا بالاستفادة المالية التي كانت مخصصة إلى النازحين وأخذتها بعض الكتل السياسية وبعض الشخصيات السياسية للأسف غلق هذا الملف من مخيمات النازحين اتخذت من قبل هذه القطوة من قبل حكومة السيد الكاظمي لأنها وجدت فيه فساد كبير من قبل الحكومات المحلية من قبل بعض أركان الوزارة من بعض جهات أخرى ففيه فساد هذا لا بد أن ينتهي هذا الملف ثانيا مقبلين على انتخابات يعني يفترض لحكومة الكاظمي أن توفر الأجواء المناسبة للانتخابات فيبقى ثغرة تبقى فتحة من الممكن أن تنفذ منها الكثير من الكتل السياسية هي المخيمات واستدراج أصحاب الخيم أصحاب الذين هم في المخيمات بالأموال والقضايا العينية لجلب واستقطاب أصواتهم باتجاه الانتخابات فلابد غلق لكن في هذه الفوائد يوجد هناك سلبيات في حالة الغلق بعدم وجود حلول ناجعة تعرف أن الكثير من هؤلاء لديهم أرزاق قد ارتبطت بمأوى نزوحهم وهناك بعض العائلات لديها ارتباطات مع داعش لم تصفى أمنيا وهناك الكثير من العائلات عندما ترجع إلى مناطقهم لا يوجد لهم بيوت موجودة واضح شكرا جزيلا بحثة السياسية الدكتور محمد العقالي كنت معنا مباشرة من بغضاء اشتركوا في القناة